بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس سنتعلم عن كيف نقوم بعملية الضرب في تسعة توجد خطة شائعة لإيجاد ناتج جدول التسعة أولا نقوم بكتابة الأرقام من التسعة إلى الصفر تنازليا تسعة ثمانية سبعة ثم ستة ثم خمسة ثم أربعة ثم ثلاثة ثم اثنان ثم واحد ثم صفر الآن نبدأ من هنا ثم نكتب تصاعديا تسعة ثمانية مرة أخرى تنازليا سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد صفر إذن نتج لنا جدول الضرب بكل سهولة تسعة في اثنان ثمانطعش تسعة في واحد تسعة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين تسعة في أربعة ستة ثلاثين تسعة في خمسة خمسة أربعين تسعة في ستة أربعة وكمسين تسعة في سبعة ثلاثة ستين تسعة في ثمانية اثنين وسبعين تسعة في تسعة واحد ثمانين وتسعة في عشر تسعين تسعة في ثلاثة ستة خمسة 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 خ